اهلا بكم خلونا نبدأ الحلقة دي سخنة جدا حزب مصري تحت التأسيس يتهم السيسي بالخيانة العزمة ابدأوا معايا وركز معايا شوية عشان تعرفوا الكلام ده هوا ولا حقيق الخبر اهو قدام حضراتكم حزب مصري تحت التأسيس من صحيفة الموقع الخليج الجديد يتهم السيسي بالخيانة العزمة اعلن حزب مصري تحت التأسيس تقديم بلاغ للنائب العام المصري المستشار حمار الصوي يتهم فيه عبدالفتاح السيسي بالخيانة العزمة وقالت المحامية لورين بيترسون في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن السبت الماضي انها قدمت بلاغ بالنيابة عن حزب امل مصر الذي يضم شخصيات مصرية مقيمة في الخارج دون كشف هويتها واكدت بيترسون ان الاتهامات التي وجهتها للسيسي بالخيانة العظمة تستند الى توقيعه معاهدة اعلان المبادئ مع السيوبيا 2015 بما اضر بحقوق مصر التاريخية في مينياه النيل اضافة الى تنازله عن جزيرتي تيران وسنفير للسعودية في عام 2016 وتخليه عن صراوات مصر من الغاز الطبيعي شرق المتوسط لصالح اليونان اسرائيل واضافت بيترسون ان قيام السيسي بتصفية الشركة الوطنية المصرية للحديد والسلب الشهر الماضي تعتبر دليل اتهام اخر داد بفتح السيسي ودعت بيترسون بحسب عربي 21 النائب العام المصري لان يكون منصفا ومستقلا وان يقوم باداء واجبه لانقاذ القانون او لانفاذ القانون بحق السيسي معي على السكايب او عبر السكايب المحامية الاستاذة لورين بيترسون وكيلة حزب عمل مصر سيدة لورين اهلا بكي شكرا جزيلا لك يسعدني ان اكون معكم اليوم سيدة بيترسون باي صفة قمتم بتقديم هذه القضية وبالنيابة عن من قمت برفع هذه القضية بنيابة عن حزب الامل المصري بالنيابة عن مواطنين مصريين وذلك بصفة محامية واقوم بالتواصل مع مكتب الادعاء العام في القاهرة واقوم بكافة الاجراءات اللوجستية المرتبطة برفع هذه القضية بالاضافة الى التواصل العام كما اقوم معكم الان في هذا المكان ولكن الاشخاص الذين قاموا بالبلاغ عن هذه القضية يرغبون بالحفاظ على سرية هوياتهم حفاظا على سلام سؤالي لحضرتك لماذا برأيك اختيار محامية امريكية لهذه المهمة وكان الاقدر باختيار محامي مصري حقيقة اعتقد ان السبب الرئيسي لذلك هو المخاوف الامنية المرتبطة بسلامة المحامين المصريين لان العديد من المصريين حتى ان كانوا خارج البلاد فلن يشعروا بالامان لان يقوموا برفع دعوة كهذه لانهم سيعرضون احبتهم وعائلاتهم للخطر بحال كانوا ما يزالون موجودين داخل مصر ولهذا السبب كان ينبغي ان شخص الذي سيقدم هذه الدعوة ينبغي ان يعرف بنفسه ويفصح عن هويته ولهذا سيعرضه هذا الامر للخطر ولهذا السبب لم يكن بامكان محامي مصري ان يقوم بهذا الدور حاليا سؤالي يبدو شخصي لحضرتك لماذا قبلت هذه القضية لا منع لدينا الاجابة طبعا انا اعمل كمحامية مهتمة بامور الهجرة وحقوق الانسان وعلى مدى سنوات الماضية كان لدي عملاء وموكلون يعملون من مصر كان لديهم قضايا متعددة ولهذا السبب لدي اطلاع واسع اكثر من معظم الامريكيين على ما يمر به المصريين وعلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها ولسيما تحت حكم السيسي ولهذا السبب انا افهم القمع السياسي الممارس ولهذا السبب شعرت اذا كان بامكاني ان اكون منخرطة بطريقة تساعدني على ان اساعد المصريين لتجاوزوا هذه الحالة ويتجهوا نحو الديمقراطية فبلا شك لم يكن لدي اي مانع لان اشارك بهذا على العكس كنت سعيدة وامتنى لذلك سيدة لورين يعني برضو هو سؤال وتتحفظي على الاجابة لك الحرية الخبر يقول ان شخصيات مصرية حزب تحت التأسيس اسمه امل مصر هو من وكلك في الرفع هذه القضية سؤالي تحديدا هل هناك اسماء غير مصرية تعاملت معها بخصوص هذه القضية حقيقة لا اعرف كثير من التفاصيل عن هذه الامور ولكن الاشخاص الذين تعاملت معهم مباشرة كلهم مصريون طيب هل يعني انت اعلنت انك هتنزلي او سوف تسافرين الى مصر لمتابعة القضية الا يعد في ذلك خطر عليك هذا امر اعتقد ان علي ان افكر به بحذر انا اعلنت انني قد اسافر الى مصر وهذا يعتمد على الرد الذي سيصلنا من المدعي العام في مصر وكذلك يعتمد على ما اذا تمكنت من الحصول على اي ضمانات من نظام السيسي وربما ايضا هذا يتطلب نقاش مع وزارة الخارجية الامريكية انا بصفتي محامية حقوق الانسان ومحامية اعمل بمسائل الهجرة ايضا تعاملت في قضايا مشابهة مع اجانب من مواطني دول فيها انظمة ايضا قمعية وكان علي ان اذهب شخصيا الى هناك وسبق ان قمت بذلك لذلك هذا شيء امل ان اقوم به ان لزم الامر امل وقد لكن ليس هناك تأكيد لانك سوف تسافرين الى القاهرة نعم لا يوجد قرار نهائي بهذا الصدد وهذا لان الامر يعتمد على كيف تتطور الامور نحن بداية لا نعرف ان كان سيصلنا اساسا جواب اولد من المدعي العام ام لا علينا ان ننتظر ونرى ما هو الاجابة التي ستصلنا منهم سؤالي لحضرتك ما هي الادلة والمستندات اللي بتستند اليها او بيستند اليها رفع الدعوة في التهام السيسي بالخيانة هذه القضية تعتمد على الانتهاكات لمواد من الدستور التي انتهاكها السيسي وهذا يعتمد على الاتفاقيات التي ابرمها السيسي وفيها مخالفة للدستور فمثلا السيسي قام بابرام هذه المعاهدات بدون ان تمر عبر استفتاء عام وهذا ما ينص عليه الدستور بداية تم اقرارها بدون هذا الاستفتاء كذلك تنازل السيسي عن جزء من الاراضي المصرية وهذا ايضا فيه مخالفة للدستور بالاضافة الى مخالفات اخرى مرتبطة بالاتفاقيات التي تنازل من خلالها على جزء من الاراضي وان كان هذا محرما بالاساس لكنه ايضا ابرم هذه الاتفاقيات بدون الاستفتاء العام وهناك ايضا عدد من البنود الدستورية الاخرى التي قام السيسي بمخالفتها وانتهاكها هذا يتطلب مثلا او هذه البنود تنص بحماية المصالح المصرية وكلها تتنافى مع ما قام به السيسي سيدة لورين يعني ما هي توقعاتكم لموقف النائب العام المصري مسشار حمد الصاوي من القضية مع العلم انه يعني هو شخصيا تم تعيينه بقرار من السيسي نفسه نحن نطلب من المضاعي العام ان يقوم بما يلزمه به واجباً في هذا المنصر لن اعرب عن توقعات ضئيلة لاننا عادة نوجه الاخرين من خلال هذه التوقعات وانما ما ساقوم به هو انني ساقول بان اي موظف في هذا المنصب عليه ان يتصرف بشجاعة وبوطنية بفقاً لما يمليه عليه هذا المنصب هذا ما امله او ما اطلبه من المدعي العام نحن شاهدنا حالات في الولايات المتحدة حيث كان المدعون العامون او اي موظفون الحكوميون كانوا تحت ضغوط كبيرة لان لا يلتزموا بالقانون ولكنهم اظهروا شجاعة بالغة في التزامهم بالقانون لذلك احياناً هنا يكون الناس على المحك يتصرفون بشجاعة يعني سؤالي قبل الاخير سيدة لورين يعني نحن لا نعلم من الاشخاص اللي وكلوكي للدفاع او لتولي هذه القضية وبالتالي انا مضطر ان اسألك السؤال ده لماذا اختاروكي هؤلاء الاشخاص اختاروا السيدة لورين تحديداً لتولي هذه القضية لا اعلم ماذا كانت خياراتهم الاخرى فلا اعلم تماماً لماذا اختاروني تحديداً ولكن يمكن لي ان اقول بانا اعرف سبب موافقتي على طلبهم وكما ذكرت سابقاً انا مطلعة على الوضع في مصر وعلى وضع المصريين بالعموم ولا سيما فيما يتعلق بقمع حقوقهم مرتبطة بالحرية السياسية وانا مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الانسان في مختلف انحاء العالم ولدي تواصل واسع في هذا الصدد والعديدون يتعرضون للمعاناة نتيجة حرمانهم من هذه الحقوق لذا انا سعيدة لنكون جزء من هذه الجهود سيدة لن السؤال الاخير ما هو السيناريو او بلان بي في حال اخفقتي في التعامل مع القضاء المصري هل ممكن تصعيد هذه القضية الى المحاكم الدولية نعم بلا شك ولن اسميها الخطة بي وانما هي الجزء الثاني من خطتنا لاننا بالفعل نقوم بالتحضير بالعمل مع محامي ثاني ليس انا شخصيا وانما محامي يعمل على رفع دعوة ايضا مع المحكمة الافريقية وهي ايضا هيئة دولية وما يقومون برفعه ليس مطابقا تماما لما نرفعه في هذه الدعوة وانما هناك تقاطعات كبيرة بين الدعوتين وهذا سيمر بغض النظر عن مسائر هذه الدعوة طيب سؤالي يعني يعني قبل نمشي بس هو سؤال شخصي لحضرتك لو ان ادارة ترامب اكتم يعني اكملت دورتها الثانية هل كنت استقبلين هذه القضية ام انه المسألة لا علاقة بدخول ادارة جديدة للبيت الابيض قراري بان اوافق ربما كان ستكون نعم اقوى بحال ترامب كان ما يزال رئيسا لان من المهم ان يكون هناك مواطنون امريكيون يعربون عن صوت مختلف حول العالم ويكون هذا الصوت مسموع نحن سمعنا ان او نعلم كيف اعرب ترامب وكيف لم يلقي بالا لحقوق الانسان وكان يساعد على الافلات من العقاب وكيف اجرى الكثير من الصفقات المرتبطة بعقود السلاح وما الى ذلك لذا حتى لو كان ترامب ما يزال رئيسا كنت نعم سأقول انا موافقة لان الرئيس الامريكي لم يكن سيدافع عن حقوق الانسان لذا كان واجبيا ندافع عنها لكن ما اعلم انا سيدة بيترسون ان القانون الامريكي يختلف عن القانون الذي تتعامل به المحاكم المصرية يعني هذه ربما يكون معلومة غلط لكن القانون المصري يتعامل بالقانون الفرنسي لكن في القانون الامريكي الوضع مختلف كيف ستعالجين هذا الاختلاف ما بين القانون الامريكي والقانون المصري هذا سؤال مهم حقيقة أنا ذكرت هذا في البداية أو نواهت له أن هذه دعوة تم صياغتها أساسا من قبل مواطنين مصريين ودوري هو فعليا أن أتواصل مع هؤلاء المحامين وأنقل ما قاموا بكتابته إلى الادعاء العام في مصر لأن طبعا كما ذكرت اختلاف القوانين هو أمر يجب أن نلحظه ورغم اطلاعي على الوضع في مصر لكن بلا شك أنا بحاجة أن يكون هناك دعم كبير من محامين مصريين أرجو أن يتسع صادرك للسؤال الأخير هل تعتقدي أن الشخصيات المصرية استغلت جنسيتك الأمريكية في التعامل مع هذه القضية لا أعتقد ذلك حقيقة أنا لدي امتيازات أتمتع بيها إلى جانب الامتيازات سيدة لورين لا 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 أمكن امتيازاتك مؤكد أن الشخصيات المصرية اختارت محامية لها سيفي طويل وقوي لكن أنا أحاول أن أنوي إلى أن هل هناك دخل إلى جانب السيفي أو السيرة الزاتية لك هل كان الجنسية الأمريكية دخل في اختيار السيدة لورين باترسون؟ نعم وأعتقد أنني كنت أتحدث عن هذا الموضوع كنت أتحدث عن امتيازات التي أمتلكها كمواطنة أمريكية وأعتقد أنه من المنطقي أن يطلب من مواطن أمريكية ومحامية أمريكية أن تقوم بهذا الدور لأن هذه الجنسية الأمريكية تمكنني من أن أضمن سلامتي إلى حد كبير أنا هنا أتحدث عن مؤهلاتي في سيرة ذاتية وأتحدث عن قدرتي على التعامل مع هذه القضية دون أن أعرض نفسي للخطر أنا بشكرك جدا المحامية الأمريكية لورين باترسون وكيلة حزب العمل مصر بشكرك جدا وأتمنى لك وكل المصريين يتمنوا لك ولفريقك التوفيق في إثبات خيانة عبد الفتاح السيسي بشكرك شكرا جزيلا لك وأنا أقدر هذه الأمنيات من طرفكم ذاكا لقاءنا مع السيدة لورين باترسون المحامية التي تتولى قضية إثبات خيانة عبد الفتاح السيسي كل الأمنيات ولا بد أن نقف حتى ولو الأمل بعيد في إثبات خيانة عبد الفتاح السيسي بحكم قضائي وإن كنا نحن المحامية لورين الحقيقة تتحفظ لأنها توقف قدام القضاء ده لكن نحن لا نسق في القضاء المصري حقيقة الأمر هو قضاء أثبت أنه قضاء متواطئ لكن الأمل في تصعيد هذه القضية فتحية لحزب أمل مصر تحت التأسيس وللشخصيات اللي اختارت هذه السيدة المحترمة لورين باترسون للدفاع أو للوقوف أو لتولي هذه القضية ترجمة نانسي قنقر